السلام عليكم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليتوا على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم النهاردة هنعمل خبز بالطوم أحلى كتير من البتزة جربوها يعجبكم جدا ينفع كسندويتشات للمدارس وينفع كمان لصحور رمضان كل سنة وإحنا طيبين وبخير ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة أول حاجة هنحتاج كيس من الخميرة الكيس ده بيكون 10 جرام وهنضيف عليه 250 ملي من المية الدفية وهنضيف عليهم معلقتين من الديق الديق ده 3 كبيات ونص يعني 470 جرام بالزبط هنضيف على المية والخميرة معلقتين كبار من الديق ده وكمان معلقة سكر كبيرة ونقلبهم كويس جدا بعد كده نغطيهم بغطى أو بكيس ونسيبهم 10 دقايق اتخمروا بعد العشر دقايق هنحط المكونات السيلة دي في الحاجة اللي هنعجن فيها أو في العجان وهنضيف عليها كمية الديق كلها ممكن نعجنها في العجانة وممكن كمان نعجنها بأدينا بس لو عجنناها بأدينا لازم نفضل نعجن فيها لمدة 10 دقايق كاملة ده شكل العجينة العجينة يبسى أو جمدة شوية يعني مش طرية بعد كده العجينة دي بنعملها كورة وندهن الحاجة اللي هنخمرها فيها بيدهنت زيت خفيفة ونحط العجينة وندهن العجينة من فوق بيدهنت برضو زيت خفيفة بعد كده نغطيها بكيس أو بفوطة أو بأي غطى عندنا ونسيبها تتخمر لمدة نص ساعة انا في الشتاء بحط العجينة جنب الدفاية عشان تتخمر بسرعة بعد كده على الرخامة أو على المفرش السيليكون برش شوية دي حلوين وأحط العجينة فوق اللي دي شايفين العجينة بقتطريها ازاي هحطها فوق دي وهرش على العجينة من فوق برضو شوية دي كويسين يعني مش شوية صغيرة لا شوية حلوين حوالي ربع كباية بعد كده أكمل فرد العجينة بالنشابة وممكن كمان أكمل فرد العجينة بأيدي نحاول نفرد العجينة على شكل دايرة كبيرة على قد ما نقدر فرد العجينة سهل جدا لأنها متخمر كويس قوي بعد كده هجيب قطعة من ورقة الزبدة وحطها فوق العجينة كده وقلب العجينة عشان العجينة تكون فوق ورقة الزبدة وما تخافوش العجينة مش هتلزق في بعضها خالص لأن عليها كمية دي كبيرة بعد كده بقطعة البتزا أو بسكينة هقطع العجينة لمربعات هركن العجينة على جنب بعد كده هجيب حوالي ثلاث أعواد من البقدونس مفرومين صغير وهضيف عليهم فصين ثوم مفرومين وكمان هضيف عليهم معلقتين من زيت الأكل وهقلب البقدونس مع الزيت كويس جدا بعد كده هحطهم على العجينة وأفردهم بفرشة أو بمعلقة أنا فردتهم بالفرشة عشان الزيت يدهن على كل العجينة بعد كده هنحط على كل مربع من المربعات دي شريحة من الزيتون الأسود المخلي وممكن كمان تستخدموا الزيتون الأخضر بعد كده هرش عليهم رشة خفيفة من الجبنة المتزارلة أو الجبنة تشيدر أو الجبنة الرومي المبشورة أو خليط من الأجبان بعد كده بعد كده أنقل العجينة على الصاج وأدخلها الفرن الفرن أنا مشغليه من ربع ساعة بتستوي على درجة حرارة 260 لمدة تلت ساعة أو نص ساعة كل ربع ساعة كده تابعوها أول ما تشوفوها أحمرت من تحت شغلوا عليها الشواية عشان تاخد لون من فوق وكده خلاص شايفين هشة جدا إزاي زي القطن بالزبط وطرية جدا وأحلى كتير من البتزة وكمان طعمها حلو تنفع كوجبات مدرسية تكون حاجة لطيفة جدا وتغيير كمان للاولاد وكمان تنفع كسحور في رمضان لأنها مشبعة جدا جدا وكمان تنفع كفطور عادي جنب كبات شايب حليب والسلام عليكم